بناء على توجيهات سموي رئيس الوزراء بشني عادة تأهيل المناطق القديمة في المدن والقرى باشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ مشروع تطوير مجمع 216 في حالة بوماهر بمحافظة لمحرق وصرح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بالوزارة المهدس سيد بدر علوي أن نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية حاليا في المشروع وصلت إلى نحو 70% وضاف أن أعمال المشروع تثم بطول 6.5 كم يشتمل على إعادة بناء البنية التحتية للطرق والشوارع بإزالة طبقات الرصف القديمة ومواد الدفن غير الصالحة وأعمال التسوية الترابية بالرمل البحري وحماية أجهزة الخدمات تحت الشارع من كهرباء وماء وهاتف إضافة لتنظيم التقطعات بين الطرق الداخلية لتوفير السلامة المرورية كما بيّن أن المشروع يتضمن أعمال تحسين طريق اللؤلؤ كمنطقة جذب سياحي ليكون مسارا مميزا للمشاة للتعرف على المسار التاريخي لصيد اللؤلؤ في البحرين ترجمة نانسي قنقر